السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو الجديد على قناة اي منتقر. فهي الفيديو هنتكلم عن موقع كوجي. موقع كوجي باسمح لك انك انت تنشئ رابط من خلال هاي الرابط. ممكن تبيع منتجات او تضيف لينكات لمواقع بتاعت او تضيف رابط لصفحاتك على موقع التواصل الاجتماعي. يعني ببساطة من خلال رابط واحد انت ممكن توفر مجموع من الخدمات في صفحة بتاعت هبوط. في موقع كوجي. ببساطة موقع كوجي باسمح لك انه انت تضيف الرابط على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى جميع المنصات المختلفة. لو نزلنا للاسفل لاحظ معين شكل الرابط بي كون بهاي الشكل. كوجي دوتو سلاش الخاص بك. من خلال هاي الرابط انت ممكن تعمل عملية بتاعت اضافة لمجموعة بتاعت خدمات مختلفة. يعني مسلا انت ممكن تبيع ملفات بي دي ايف او تبيع آآ كتب. ممكن انت تتوفر كمتجر ان انه انت تبيع بها منتجات معينة. سواء كان منتجات ديجيتال او ممكن انت تبيع بها فيزيكال يعني منتجات حقيقية. ممكن برضو انه تسمح للاشخاص انه يشاهدوا فيديوهات بعد يتفعلك مبلغ معين. او توفر آآ خيار انه الاشخاص يشتروا الخدمات الخاصة بك. او تبيع الكورسات. وغيرة وغيرة من الخدمات المتوفرة في موقع كوجي. من خلال كوجي انت ممكن توفر عملية الدفع الالكتروني على صفحتك على كوجي. وبعد انه المبالغ تنزل على حسابك على كوجي ممكن تسحب المبالغ على حسابك على وايس او تسحب الارباح بتاعتك على استرايب. لو نزلنا الاسفل لاحظ معين دي كل المنصات اللي انت ممكن تضيف له الروابط بتاعك او الروابط الى كوجي. آآ اسناب شات يوتيوب تويتر انستجرام واتساب تيك توك فيسبوك وغيرة. ببساطة انا لو عايز اتعرف على الخيارات المختلفة او الاضافات الممكن انا اضيفة على صفحتك على كوجي لو ضغطنا على لاحظ معي دي الخدمات المختلفة يعني مسلا هنا انا لو عايز ابيع اشياء معينة ممكن انا ابيع انتجات رقمية او ابيع اي بوك او او ممكن اقوم ببيع الكتب الالكترونية او الكتب الصوتية. ممكن انا ابيع الصوتيات وغيرة من الخيارات المختلفة. بالنسبة انا ممكن اجمع تبرعات بخيارات مختلفة يعني او يعطوني شكل او يعني شكل تبرعات. بالنسبة عند خيارات مختلفة انه تسمح لاشخاص انه يزالوك اي سؤال. انه الاشخاص اصطلوا منك فيديوهات شخصية معينة. يعني طلب بتاع فيديوهات شخصية. عندك بالنسبة عنده خيارات مختلفة. انا ممكن اعمل روابط. بالنسبة للشوب اه زالوك. يعني انا ارفع صورة وفي الصورة اضع تاجات كلينكات. ممكن اعمل فيديو شوبين انه الاشخاص اضغطوا على الفيديو ومن خلاله يجدوا رابط معين. عندنا دي خيار انه انت تضيف اللينكات بتاعت مسلا او تضيف سي جي دوت كوم او يعني دي خيارات مختلفة انت ممكن تضيفها. دي خيارات انه مسلا تعمل وممكن تعمل عن داولود انه تسمح لاشخاص تسجلوا بريد الالكتروني ونزلوا ملاك معين. او انه ينضموا لقايمة البريدية الخاصة بك. طيب عشان انا اقوم بعملية التسجيل باجي باضغط على في هيا الصفحة او ارجع الصفحة الرئيسية. واضغط على في هيا الخطوة عنده خيارات مختلفة للتسجيل حساب جديد. يتسجل برقم الهاتف او تقوم بالتسجيل بوسط البريد الالكتروني او تسجل باستخدام جوجل او تسجل باستخدام الفيسبوك. مسلا انا هسجل بالبريد الالكتروني هاضغط على البريد الالكتروني. مفترض ادخل البريد الالكتروني. بعد تدخل البريد الالكتروني وقلمة المرور بضع كده بنياح قمنا بانشاء الحساب بتاعنا. مفترض انا اكد البريد الكتروني. تدخل على التضغط على التأكيد للبريد الكتروني. لاحظ معين كده بعد انا اكدت البريد الكتروني. انه تم التأكيد بتاعه. طيب اول خطوة بالنسبة ان انا اضيف الخاص بي. ده اللي حيكون في نهاية الرابط الخاص بي. تدخل الاسم الاول الاسم الاخير تدخل رغم الهاتف. طيب بعد ان عملت هيا الخطوات. عندك هنا الخيار انه انت تربط مع يعني المدفوعات بتاعتك تنزل على حسابك على او تربط مع انا مسلا هربط مع هضغط على هزارك من بريدك الالكتروني على هدخل بريد الكتروني وبتضغط على بطلب منك كلمة المرور تدخل كلمة المرور لحسابك على وتضغط على بطلب منك الارقام الخاصة بتاعت على التطبيق بتاع بتدخل الرغم الخاص بك يعني بعدها بتصلك رسالة على الهاتف بتاعك تدخل الارقام بتاعت التأكيد للرغم الهاتف بتاعمل هنا تختار الدولة المنشئ فوق الحساب بتاعك يعني انا منشئ في يونايتد كيندم بتضغط على كونتينيو تمام هنا بطلب منك البيانات الشخصية الاسم اللي هو الاسم الاخير بتاريخ الميلاد تدخل البيانات دي وتضغط على كونتينيو تدخل يعني الرغم بتاع الحساب بتاعك المصرفي اللي انت عايز تسحب عليه والمبالغ انا هدخل حسابي على وايس تمام هدخل البيانات وبضغط على سيف تمام كده بديني تأكيد ان دي البيانات صحيحة انه انا راجعة ازا ما عندك اي خطأ في البيانات بضغط على اجري ان صمت عشان احفظ البيانات كده رابطت مع انا انا عايز اربط مع بايبال هضغط على كونتينيو بايبال تدخل البريد الالكتروني بتاعك على بايبال تدخل اسمك اسمك تدخل الا الكنتري الدولة ترفع اثبات الشخصية الباسبورت وتضغط على صمت كده بتم ربط الحساب بتاعك على بايبال مع الصفحة على كويه بعد رابطت حسابك على سترايب وعلى بايبال كده بيمكان الاشخاص انه يدفع لك اونلاين مباشرة من خلال صفحتك على كوجي الخطوة البعادية نتعرف على الخيارات المختلفة الداشبورت دي اللوحة التحكم الاساسية من خلال انت بتقدر تعرف الارباح بتاعتك والمبيعاتك وغيرها من التفاصيل الوالت دي المحفظة من خلال انت بتجي تدفع الارباح بتاعتك انه لو عايز نرسل الارباح بتاعتك على كوجي الى حسابي على بايبال او على استرايب البيمنت ميسود دي طرغة الدفع المختلفة الكنكت اكاونت دي انا من اربط ممكن انا اربط مع استرايب ممكن اربط مع البيتكوين انه انا اقبل الدفع بالعملات الرغمية او اقبل الدفع على بايبال انده خيار انه انت تنشئ حساب على الكريبتو والت انه تنشئ محفظة رقمية تحفظ فوقها المبالغة اللي بتم دفع من خلال العملات الرغمية لحسابك ورجعنا على الفيو داش بورد انك تاني هنا دي الاعدادات العامة هنا ده بالنسبة ده الخيار بيسمح لك انك تنشئ صفحة البيو او الرابط اللي انت حتقوم بنشره على صفحات التواصل اجتماعي المختلفة وضغطنا على يور لينك ان بايو نزلنا الاسفل لاحظ معي فيو كوجي بروفايل لو ضغطت عليها فتحتها مسلا في تاب تاني هاي شكل الصفحة البعدين الشخص لما ندخل عليها هيلقى التفاصيل الخاصة بالروابط اللي انا هقوم برفع على صفحته لو راجعنا للوحة التحكم تلاحظ معي هنا في دي انا لو عايز اعمل التعديلات والاعدادات المختلفة على البروفايل الخاص بي يعني انا اغير مسلا هيا الشكل توم لتصميم بتناسب معي بعمل هي العملية من خلال اول خيار انه انا ارفع الصورة الخاصة بتاعت البروفايل انه انا اضغط على القلم للتعديل وبضغط على ابلود ايميج توم مسلا برفع الصورة الخاصة بي على البروفايل لاحظ معي كده انا رفعت الصورة بتاعت البروفايل اليوزر نيم ده اليوزر نيم اللي حيكون موجود في الرابط يعني لو لاحظته او كان كان يعني انا ممكن اغير الاسم دفع اي وقت بالنسبة للبيو دي انه انا اكتب سيرة ذاتية او تعريف بسيط عني مسلا هاي ايام هي توميك كول يوتيوب فيديوز انه انا بقوم بنجهة فيديوهات بالنسبة للسوشال لينكز ذي الروابط بتاعت السوشال ميديا انت هنا ممكن تدخل بريد الالكتروني ورقم الهاتف وخيارات مختلفة يعني مسلا حاليا انا هاضيف الرابط بتاع اليوتيوب مسلا اضفت الرابط بتاع اليوتيوب تمام عندك هنا ده مسلا ممكن تضيف الرابط بتاع الانستجرام مسلا اضفت الرابط بتاع الانستجرام واضفت اليوتيوب عندك انت ممكن تضيف الرابط بتاع اليوتيوب بالنسبة للفيسبوك والكلاود هاوس والانستجرام واليوتيوب دي انه انت بتضيف الرواية لكن بالنسبة للبينترس والسنابشات والتيك توك والتويتر انه انت بتضيف اليوزرنام فقط يعني مسلا هنا بالنسبة اليوزرنام انت بتكتب بس فقط اليوزرنام يعني بهاي الشكل بعد خلصت من اضافة السوشال مين دي بطلة على سيف بنزل الاسفل يلا هنا نجي بالنسبة للبروفايل انه انا اضيف الخيارات المختلفة يعني مسلا هنا دا انا دار اضيف خيارات مختلفة يعني مسلا انا عندي خيار انه انا اضيف يعني الاشخاص يعمل ليه تبرعات مسلا هنا اضغط على لاحظ معي دي شكل يعني يعني الشخص اكتب المبلغ يعني انه يتبرع عليه من خلال انه يكتب المبلغ ويعمل تمام انا عايز اعمل لها عملية بتاعته الربط بتضغط على بنسبة للترانزاكشن هم بياخدوا من خمسة في المية من كل عملية بتاعته براء طيب باجي بضغط على نلاحظ معي كده الاعدادات الخاصة بتاعت الطيب طيب هنا ده بيقول ليه ابلود اكافر ايميج ذين بروفايل اتايتل عن دسكريبشن فور يور تيب بالنسبة للتيب مسلا هنا باي مي اكوفي ده بالنسبة للوصف بالنسبة للبطن مسلا اكتب بالنسبة للكفر المقاسات بتاعت الصورة انه الف وتمانين في الف وتسعمية وعشرين طيب بالنسبة للصورة انا ابغض على قاد ممكن انا اقوم برفع ااخد صورة او ارفع صورة محفوظة عندي او اضيف رابط لصورة او فيديو او اعمل دي خيارات مختلفة باعتبارها زي انا ممكن اضيفها ممكن مسلا انا اضيف دي انا اخترتها مسلا هاي طبعا بضغط على لاحظ هاي الشكل النهائي اجي بضغط على طبعا نلاحظ معي دي انا ممكن اغير الشكل بتاعه اجي اعمل هنا اجي اختار هنا اجي اختار طبعا اعمل لاحظ باي مي او كوفي لو انا عايز اضيف تاني خيار تاني مسلا او لو انا عايز خيار ما موجود هنا انا ممكن اضغط على اد اب طبعا يلا هنا دا عندك الخيارات المختلفة اد نيو اب طبعا يعني عندك هنا خيارات مختلفة انت ممكن تضيفها اه اه ايميل صين اب انه ينضموا دقائمة بريدية مسلا انا اضغط على تمام هنا اضغط على تمام هنا انا اقوم برفع الصورة تمام ممكن انا ارفع صورة او ممكن اختار من الصورة الموجودة تمام هنا اضغط على Gesellschaft مسلا اضغط على تانی تمام هنا بالنسبة للوصف هنا اختياري هنا انا بضغط على пять اب باعتباره ده الزير باجي بضغط على نيكس وضغط على بابلش. طبع نلاحظ اي ده الشكل بتاع الزير. انا ممكن اضغط على كده بيجي عندي موجودة خيارين دين. عايز اضيف تاني خيار اضافي. مسلا انا اضيف الرابط بتاع اليوتيوب. ممكن اضغط على الات. اضغط على اكستيرنا. تمام هنا انا اضيف الرابط. مسلا انا هضيف الرابط بتاع غناتها على اليوتيوب بجبطت على سيف. ده الرابط بتاعه. ده الاسم. ده الرابط. ده التصميم بتاع الزير يعني الايكون بتاعت الزير. بجبطت على كده انا اضفت خيارات مختلفة. لو انا عندي خيار انا عايزه يكون هو الخيار الرئيسي. مسلا في الخيارات الرئيسية في الاعلى. تمام? لو انا هنا ضغطت عليها. تم بعد انا اضفت الخيارات باجي للسطايل. لاحظ معي. ده شكل انا ممكن اختار التصميم مختلفة شكل السيم. عندك دي خيارات مختلفة بالنسبة للسيم. هنا ابنا من اجل الباكجراوند. عندك خيار انه يكون كبكة. كصورة. او ممكن ترفع اه تضع رابط بتاع فيديو. او ممكن يكون باعتباره يعني لون موحد او يكون انه يكون لونين كتدرج. بالنسبة للبطن. الازرار عندك الخيارات انه انت تعدل عليها. يعني مسلا انا عايز هاي. تماما لو نزلت للاسفل بالنسبة للفول. انه انا عايز اللون بتاعها. ابيض. طبعا نلاحظ معي كده انا عدلت عليها. بالنسبة للفون دي الخطوط المختلفة. انا ممكن اعدل على الخطر بتناسب معي. لاحظ مسلا كده انا اخترتها. بالنسبة للخيارات المختلفة. يعني انا ممكن اعمل اه انه انا ممكن اجلب المعلومات من تصميم معين عاجبني. اعرض بتاعه بعمله او اعمل انا لو قمت انشاءت بروفايل معين عايز استورد جميع المعلومات الموجودة فوقه. انا ممكن استوردها مباشرة. بعد خلصت بجبطت على لاحظ معي ده هي الخاص بي بكل بساطة. تمام? لو جينا هنا بالنسبة للمني بديك تحليل مباشر للاشخاص الزاروا الموقع بتاعك. بكل بساطة لاحظ معي ده باعتباره انه السعر حاليا فاضحة الصفحة. لو انا عايز اعمل نشر الراود بتاعي بضغط على الشير. الشير انا ممكن اعمل كوبي لينك. تمام? او ممكن انا اعمل نشر في الفيسبوك مباشرة او تويتر او ريدك او سناب شاد او يعني مسلا انا ممكن هنا اعمل كوبي او ممكن انا اعمل تنزيل احفظه عندي واقوم بطبعته او نشره في اي مكان. خلصه ببساطة لو عايز ارجع لوحاتة التحكم بجيب اضغط على اوبن داشبورد. لاحظ معي كده فتح معي لوحات التحكم الخاصة بي. يعني كده ببساطة لاحظ معينا من عملنا الرفريش. كده هي الصفحة الخاصة بي. من خلال اي الصفحة انت ممكن تنشر اه مجموعة بتاعة روابط في صفحة واحدة. طيب انا بعد خلصة لو انا عندي حساب مثلا بتاع صفحة على الفيسبوك او على اي مكان انا عايز انشوره بجبعة من نسخة للرابط وبنشره. من اهم المميزات لكوجي انه انت ممكن تضيف خيارات مختلفة. يعني انت ممكن تبيع كتب اولاين او ممكن تقدم اشتراكات اولاين. انه الاشخاص اشتركوا فوقا ويتفعلك مباشرة. او ممكن انت اقوم برفع دورات مختلفة في كوجي. ومن خلال هاي الدورات انك انت تحقم مبيعات. يعني انت ما بتحتاج انك انت تصمم موقع. عشان انت تقدم المحتوى الخاص بك. يعني ببساطة كوجي بوفرك خيار ان انت تربح من المحتويات المختلفة الخاصة بك. من غير انك انت تحتاج انشاء موقع. الخيار التاني انه تستفيد من كوجي من خلال انك انت تنشئ صفحات توجد فوق مجموعة بتاعة الروابط تسمح لك انك انت تترويج لمنتجات بتاعة افليات. يعني انت تقوم بانشاء شكل ازرار. الازرار هاي من خلاله انت ممكن ترويج لصفحات على السوشيال ميديا. او ممكن ترويج على صفحات مختلفة. او بصورة بسيطة انت ممكن تعمل اعلانات مدفوعة من خلال هاي الرابط. سواء كان اعلانات على اليوتيوب على فيسبوك على جوجل او غير من المنصات المختلفة. في الفيديوهات القادمة هنتعرف كيف انه انحنا نقوم بانشاء ملف بسيط من خلاله نقدر نرويج منتجات خاصة بكليك بنك من خلال من خلال اعلانات اليوتيوب. ما تنسى تعمل اعجاب بالفيديو وتعمل متابعة للغناء عشان نصلك اشترك يجعر بكل فيديو ونشره على القناة.